الموضوع التهاية النفسية دي مهمة ليه هديك مثال عندك انت في زد طفل من البراعم موجود طيباً 8 أو 9 سنين في زد اقتعد مع واحد صديقي هو بيحكي لي على زد وبيحكي لي على الكابتل علي نبيل والناس الدنيا انك تشتغل ازاي وبتاع اسمعلي بالمناسبة اللي بيلعب في الفرقة فبيقول له انا بابي انا زعلان والله اصلي ما لعبنيش اساسي وما كم جانبال منزلتش وما شاركتش وبتاع فانا رحت قلت لصاحبي ده وقلت له فاهمه واعرفه ان دي الكورة وانه بيلعب اساسي او احتياطي فاتخيل الاطفال دول يعني الكبار بيتأثروا لو بالعب او مالعبش وما بالك انت الطفل ده بيبقى عامل ازاي بقى اللي هو انت اعتلته ازاي بقى بتعامله مع الاطفال او البراعم في التوقيت ده نفسياً عشان ما يطلعش عنده مشاكل يا منادت يا منادت والله العظيمة كريم يا جماعة الاعداد اللي انتو بتقيدوا البراعم دول اكبر غلط بالاربعين لعب وبالخمسين لعب ما ينفعش عالاقل توزع المواهب عالان ديها كلها صحيح انت النهارده يوم هتقول انا لعبت اكبر عدد خمستاشر ستاشر طب بقى اروح فين يا فرحيت بقى اللي هو بيلعب في الناد الفلاني وقاعد صح فانا عملت في الاتين عملت زد است وزد وست تمام عشان برضو ما حدش يقول لي الفه به يعني ما انت برضو في حاجزة ما انت قلت حدك دلوات ايه تفاصيل اصدو كمان يعني تفكيرهم انا عشان الجملة اللي انت قلتها دي انا بلعبتش فهو لما يشوف واحد كويس فرق دي هقولك يبقى انا بقى وحش حط روحت فرق دي لانا حطيت هنا كويس وهنا كويس وهنا زد است وهنا زد عشان لو حطيت فرق ايه وفرق بيه هيقولك اصلا ليه في النادي انا كده ببقى حساس جدا 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 في كل قرار بتاخده عشان خاطر المصلح وقلت السنة دا جامعة انا كبرت العدد شوية عشان انا عندي مواهب كويسة بس كل واحد وشطرته في اخر السنة انه يحافظ على مكانه يحافظ على مكانه ممتاز فده ده بالنسبة للتدريب بالنسبة تخيل بقى حضرك لما الولد مثلا حضرك انت بتقوله عليه ده اللي هو مثلا عن 89 سنين بياخد شنطة لبس كرة حاجة مركة محترمة بلعب في ريال مدريد تمام مش انت برضو انت بتطم اللعيب لو يعمل لك واحدين ثلاثة والحق اللعيب اللي انت تديله واحدين ثلاثة ده السياسة لو يقولي على الباص اللي بيركبه واللي مروع والاكسل والجنب اللي موجود فانت دلوقتي انت النهارده موفر كل حاجة عشان كده النهارده البراعم او الناشين كلها يقولك ايه عايزين نروح زد وليه الامر خلي بالك اللي هو بقى مشكلة كبيرة في الكرة المصرية دلوقتي النهارده بيفكر في عقله وبعقله ان النهارده انا بروح النادي الفلاني طب انا فرصة ابن يلعب في فريل اول امتى ولا هيلعب ولا بش هيلعب ولا هو لا هو عايز بقى دلوقتي ابنه يتمرن صح و عنده فرصة الاحتراف برا وعنده خلي بالك عندنا لعبة احترافة خلاص كم واحدة عندنا قريدي اتنين شور خلاص منهم واحد محمد هيسم ده اوكي خلاص ده بقى له فترة وفي لا في في فيتوريا وعمر خضر اوكي بس لازم 18 سنة في شهر 5 هي يسافر السنفيل خلاص ده اوكي وفي حميدو دلوقتي هناك اللي هو الباكشمال فيه ستة وفيه الناس طلع كمان يعني انا بص حيطلع فاحنا ممكن بعد كم سنة قدام نقول احنا عندنا خمسة ستة عندك اتصالات بالاندية قوية عندك توقام يعني توقامة مع اندية قوية حاجات والأهم اللي انت بتجايزهم من هنا كويس عشان ما يطلعوا بره الناس بره ما يقول لكش يدون مش متجايزين فلا تجعل بدي كل لعيب حقه بدي لكل مدرب حقه طمام عشان كده فيه اجتهاد وفيه انتظام وفيه نجاح او وفيه نجاح انت لا تتخيل الفرقة اللي بتجيب جون في الزد بتبعاملة دلوقتي يعني انا بفرح يعني فيه مدربين بيترمو على وشو اللي هوا من كتر ما يقول او فيه قريب برضو يحدى الفرق كان تعادل وعملين نظام ضرباء الجزاء اللي هو بعد او بعد التعادل هم كذبها انا يعني انا قلت دولة لسه فخد دولة لسه مدري او دي بقى انا بستغلها دي انا بستغلها ليه بقى طول وقلت لهم او المسلم طولهم طول ما تلعبوا تحت ضغط اللي الفرق كلها عايزة تكسبكو انا كنت بسمح ابو داني دوري كوم ومموضش دا كوم صح عديها تمام فانا بهيأ الولد نفسيا او اللاعب نفسيا ان الفرق اللي قدامك دي هي كل شغلها لا تكسبك صح هتقابل الكلام ده ازاي بقى بعصبية يا خبالك وتفرض رتمك على رتم المنافس والحاجات دي كلها هاي كل الحاجات دي يا كريم في الاخر بتعمل حاجات محترمة اكيد بسهل حلو بداية الحديث ده هاي